عقدت اللجنة الرئيسية لمراقبة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد نايتين اجتماعا في قصر السيف اللجنة ناقشت آخر المستجدات بشأن الوضع الصحي في البلاد والتقارير المقدمة من فرق التفتيش الميدانية المعنية بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية ومدى استعداداتها خلال عطلة عيد الفطر المبارك اللجنة الرئيسية لمراقبة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عقدت اجتماعا بقصر السيف برئاسة المهندس أحمد المنفوحي مدير عام بلدية الكويت وبحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية المختلفة اللجنة ناقشت آخر التطورات بشأن الوضع الصحي في البلاد اليوم مع اقتراب عيد الفطر المبارك عاده علينا وعلى الكويت وأهلها باليمن والبركات استعدادات الفرق الرقابية لاستقبال فترة الأعياد وكيفية التعامل وخصوصا يعني يمكن فترة الأعياد فيها كثير من الزيارات تتطلب أخذ الحيطة والحذر ويمكن نحن ناقشنا يعني كل المعطيات ما بعد العيد والاحتمالات ما بعد العيد وبدأت الفرق الاستعداد بعمل اللجان والبدء باجتماعات مع شركات السينمة مع مثلا أصحاب المجمعات ومع البطاقة المدنية للاستعداد للقرارات الممكن تصدر من قبل مجلس الوزارة في خصوص فتح بعض الأنشطة أو رفع بعض القيود أو إضافة القيود لذلك احنا اليوم باجتماعنا الدوري ناقشنا هذه الفرضيات واستعدت اللجنة لجميع هذه الفرضيات متى ما قرها مجلس الوزراء هناك فرق جاهزة للعمل على تطبيقها وقد اطلعت اللجنة على آخر التقارير المقدمة من فرق التفتيش الميدانية المعنية بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية اليوم تابعنا وراجعنا مستوى التزام بالاشتراطات الصحية على مختلف الأنشطة في الفترة السابقة كان لنا ملاحظات على بعض الجهات وبعض الاشتراطات التي هي التزام بالكمام مثلا بالنسبة للناس بدأنا نحس أن هناك بعض التراخي من قبل المواطنين أثناء تبضعهم في المجمعات فركزنا أنه ستكون توصياتنا للمراقبين في الفترة القادمة على الحرص على التنبيه على هؤلاء بالتزام بارتداء الكمامات أيضا بالنسبة لأعداد الناس المتواجدين داخل المحلات نحن عارفين أنه في فترة حالية فترة ما قبل الأعياد هناك زيادة في أعداد المراجعين للمجمعات التجارية والتبضع فنرجو من جميع الناس الذين يكونون في المجمعات التجارية والمحلات أنهم يلتزمون بالاشتراطات الصحية والتباعد عن الآخرين لأنه نرجو بإذن الله أن يتمر علينا الفترة هذه فترة الأعياد بأقل عدد من الإصابات بإذن الله اللجنة الرئيسية لمراقبة الاشتراطات الصحية أبدت كافة استعداداتها للمرحلة المقبلة لا سيما في عطلة إيد الفطر المبارك اللجنة الرئيسية لمراقبة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ناقشت في اجتماعها اليوم آخر التقارير والمستجدات بشأن الفرق الميدانية المعنية بتطبيق الاشتراطات الصحية وذلك قبل عطلة إيد الفطر المبارك نوع في الشراكة لتمزون دولة الكويت قصر السيف